لا يزال نحو 222 شخصا في عداد المفقودين وسط اليابان حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بعد أربعة أيام من الزلزال القوي الذي أدى مطلع العام الجديد إلى مقتل العشرات وتزيد الظروف الجوية الشتوية مع توقع تساقط الثلوج في الموقع من تعقيد عمليات البحث هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات وشعر به سكان مناطق بعيدة مثل توكيو على مسافة 300 كم شبه جزيرة نوتو في مقاطعة إشيكاوا وهو شريط ضيق من الأرض يمتد نحو 100 كم داخل البحر في اليابان ما أدى إلى انهيار مبان وتدمير الطرق وأصيب ما لا يقل عن 460 شخصا بسبب الزلزال والمئات من الهزات الارتدادية التي نتجت عنه وفقا لسلطات إشيكاوا كما ضربت سنامي الساحل وغمرت الأمواج التي بلغ ارتفاعها أكثر من متر الأرصفة والمنازل والطرق الساحلية ولا يزال عدة مئات من الأشخاص الذين دمرت منازلهم يقيمون في مراكز إيواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر